أهلا بك أهلا بك إيمان أهلا بك تحياتي أخي الأسادة الأجلاء الكبار والتضامني مع الأعلميين عليش تضامن شفهم؟ نسمع في حكايات اللي معناها ناس قاعدين يهاجموا فيهم وعملوا فيهم مسؤوليات وأنا وحق عندي بونسون على الأعلميين أنت صديق الأعلميين؟ نتشبه بهم أصلا به رئيس الجمهورية عود من أخرج بدي حكاية الفصل متعمية وخمسين مليون اللي كان يتباع بهم الفصل القانوني في البرلمان تطلع شي منهم في مصر؟ أنا في غفلة ولا ديخ ولا شرب حاجة ولا في غيبوبة في المتنية هذا كلام لا معنى له في اتهامات مغير مجانية تمس من ناس كلي أنا معناها الرئيس ما أعملش فرز ما بين ناس كل ويظل لي معناها حان الوقتنا المسأل هذه تتوضح ولو على مستوى قضائي شمعناه؟ معناها لابده يا أما أحنا نتعمل مسؤولية ويتعمل مسؤولية هل تحس روحك متذر من الكلام هذا؟ بطبيعة بطبيعة لأنه ما تماشي عملية تهمة أما أنت عندك متهمين بعينيهم يجبك تذكره بكلش هذا يولي تشهيل لأنه ناس الشرعة مفرقش ما بين نايب ونايب علش ما طلبتوش من رئيس الجمهورية توضيح المسألة وتسهلات الأشياء بمسامياتها؟ لا أطلبناه وكتبناه ورسلناه وبعثناه لا حياته لمن تناديه والمسألة دي قاعدة تكرر إذا كان ثم ناس خذت مئة وخمسين مليون وثم أدلة عليهم واحد ما على رئيس الناس كان يتوجههم لهم مباشرة مش لأنه من نواب وما أخذهم مئة وخمسين مليون الرشوة والنهب والسرقة مش ما ما نقول الفئة دون فئة أخر هذو بصفاتهم الشخصية مش لأنه من نواب مش معناها نايب تقول الفهم الفهم العام أما الرئيس يحكي على نائب اللي يحكي على أنه المئة وخمسين أخذهم في إطار عمله كنائب شرع بيهم الفصل لا هو يحكي على نواب ولا نائب قال الفصل كنائب بيع بمئة وخمسين مليون في المجلس هذه مسألة لازم تتوضح إذا كان ثم معناها نوع من نزلت نخوة ونزلت ثمة كرامة على الناس ترد الفعل معناها ترد الفعل بطريقة قانونية أن يطالبوا بشي وضع وأنه كل واحد تحمل مسؤوليته يتولى المشكلة في المبلغ ولا في المبدأ والله أسمع أقول لك سيرتفي بكل صراحة وكل جدية أنا عديد تقريب 7 سنين في المجلس نسمع في الحكاية كلمة تسمع في الناس نقرأ في الفايسبوك آما باش نهارت وقفت جلسة وسمعت لابد أن تطير الخبر في الوقت البرلمان أنا باش تتوضع فلوس هداية مثل ماشي تتعادل لا تتصير هكا لا تتصير هكا وإنتي مش تولي معناها المسألة الجماعية الاخبار ما يتيش إذا كان مسألة فردية ما بينزوز من الناس عملوها البره هو مش بالضرورة في برلمان ومش بالضرورة بعلاقة هو المفروض أنه رئيس الدولة أما إذا كان ماش تتصير بسيطة جماعية تضاق في الجلسة باش تتوضع فلوس سمحني مستحيل أنه باش مفروض لا مش إحنا باش نقول تجموين ومتجم شوية مفروض رئيس الدولة تكون عنده كل المعطيات التهم جيزيفا هكا عن السؤول بي هذا أمر معقوله بالعكس ومعناه في موقع وفي مسؤولية أنه يحفظ يحفظ كلمة مواطنيين مفروض رئيس الدولة تكون عنده ملفات يحفظ كلمة مواطنيين هذي كان مش نقعده نقعده نكره في المسألة دي يا أخي أثبتونا العمل اللي إخلاق فلوس تحمل مسويد المشكلة للرئيس شكاء ولأنه هو بشكاء بقينا معناها نرحيه في الماء لا هذا الطاول مسألة ممكن تتوضع مش هذي بركة لكن اسمقه أنت بحذانا لهنا سيدعمت أنك في الطاول الكرسي هذيك بالذات وصلتك أنا قلت لي أنت إيه فما تدخلات أنت علوبيات خارجي أي ثم وقت نذكر وإحنا في ليلة الليلة في المجلس وكان وقتها المشروع تمرير قانون معناها يرفع في نسبة الأداء معناها الضريب على المغازات الكبرى لحدود 35% ثم تم التراجع فيه في آخر لحظة بتدخل من ممثل الحكومة وقتها اللي كان في وسط المجلس ويقوم بمجهودات كبيرة لإقناع النواب بالتنازل طبعا الحال ما تنجم تتفهم كان رأوا الأمور فيها مصلحة كبيرة وما تنجمش تكون مصلحة أدبية ولا مصلحة بيئية وبالتالي وقتها سيدعمت أكد الشيء هذي يبقى رئيس الدولة اللي اليوم عنده كل القوات الصلبة عنده كل أزال استخباراتية وقت يطلع يتكلم على تهمة بهذه الخطورة مفروض فيه دميلف وإذا فيه دميلف علاش ما قدموش للقضاء لأنه أخذ يبدأ عندهم ميلف وما تقدموش للقضاء فهذا زاد شكل من أشكال التسطر على جريمة يبقى باش نفضوا هنزاع هذا يا الرئيس يشكي يا النواب يشكي وكاكا نتعدوا للمرحلة لبعدها نتعدوا للمرحلة لبعدها كيف تقيمون مسار ومائل الأمور في البلاد سيموصفو مسار لا أصوحت واضح إحنا دو دخلنا في مرحلة نهاية الوهن نهاية الوهن دخلنا مرحلة نهاية الوهن الآن أنا كي نقرأ بعض ضد الأفعال وبعض التعليق اللي مست حتى أقرب أنصار الرئيس ما عدا البعض اللي مازالوا يكابيرون والأسف الشديد اللي يكابيرون معناها الناس عندهم تاريخ سياسي وانتماء ومرجعيات إديولوجية وفكرية وتحملوا مسؤوليات وطنية أنا نسبيا الناس اللي اجتهدت واللي أعتقدت في وقت من الأوقات أنه المسار هذا ينشي معناه يؤدي إلى تحسين الأوضاع أبدأ شيئا فشيئا ما هي المؤشرات التي عبدت نهاية الوهن أنا هيا نمشي نحسب أنا على الناس اللي تعبروا وتتفكر روه لا تقولي شيئا العموم والبرسنتاجات والتلعوا هابت عندي ديرفيرنس هاي هني سألتك على مؤشراتك هاي هني قلتك ثم عبادنا نأخذ أنا مثلا المدونين اللي هما ركيزة من ركيزة حملة الرئيس وفكر الرئيس اللي في الخارج ثامر بديدة ووسما بن عاثل المرجعي يتهبوا لتكره هذك مهم المرجع اللي كانت عنده والتحق به مؤخرنا سيد الله اللي في فرنسا اليوم اللي يعانوا فيها لايفوات بالساعة وهم معناها يكشفونها ويدينونا دوائر الرئيس في النواين ينتقدونها بيشدة وبيحدى هذك وعناصر أخرى عناصر جمعية أخرى للعب الوهم براسة وإلا للعب الوهم براسة واعتقدت في قط من الأوقات اللي ممكن أنها ترهن على ما صارك في هذا الآن معناها نشوف فيها قاعدة تراجع وقاعدة تراجع في مواقفها وقاعدة تتخلص من المهم اللي عاشته والمؤشرات الواقعية المؤشرات الواقعية أسمع أن أقولك هي مقسم المجتمع إلى الشقين ثم شق هو يعيش كان همه اليومي همه المعيش الشعب أغلبية تنسميهم أحنا بالشعب رغم الله حتى النخبة رأيهم الشعب وهذا هو الخطأ الشائع في منقسم الشعب النخبة يجزء من الشعب ثم الفئات الشعبية التي تعاني معناها جراء أغلاء المعيشة جراء فقدان من المواد الأساسية نوع فكر نوع فإنها همها يومي ومن خلال همها اليومي أيضا حتى هي تبدلها الوهم والانتدارات اللي زرعت في روسيا منتاع الأموال المنهوبة اللي اشتغبت لنا بالشرشر فإنها هم هذا هو رئيس الجمهورية قالهم عن قريب تأتي أموال الصلح الجزائي وتحلوا بها الشركات إنها هي خلينا من ألموال الصلح الجزائي هي ملول أوهام ورئيس الجمهورية قال ملول على ما اسمهم على موديز وعلى اللي احنا الأموال عنا موجودة والحمد لله ونحن لا نتلم ذا عندهم هذوما وفالمعنى قريب يشربون من البحر وطوال الآن نطرق الأبواب معناها بقوة ونعملوا في الوسطات كي نأخذوا طرق لفمي لكي نأخذوا قسط لكي نأخذوا قسط لا يغني يا سيني ونعملوا لا يغني ولا يسمينه من جو ولا يسمينه من جو هذا القسط حتى هذه داخل في عملية الإيهام بأن الحمول جاية لا يجي لا يمكن أن يجي لكي نأخذ لكي نحل حد شيء لا يمكن أن يجي لكي نحل حد شيء وقد يجي يمكن أن يجي الأربعة لاثميليار وأنا تسلفنا عليهم وأصرفنا عليهم آخر قرض 150 مليون يورو في السمود الغذائي ولذلك يهم يقولوا هذا حقيقة واختلطوهم الناس بعد عام فين الأموال منهوبة فين هي عن شكور فين مخبع ولا تش كنز على الدين هذه ولا فيما غيرت عني بابا ما الأموال ظهر على وجه الأرض الناس إلا يتهم فيها الرئيس ولدون فيها إلا فيهم رجال أعمال فيهم الغذة والسمين فيهم الصالح وفيهم الطالح الأغلبية اللي عندهم مشاريع هو عاكا بيدون الأمر رين وكا بيدون الأمر رين باشي خليوا عجلة أعمالهم الدور في الحد الأدنى فما بالك كانت تقول معناها أموال منوبة إلا ما شاءوا بها الترابلسية والبن علي ولا ولا وجانب منها ظهر خرافي إحنا ما شوفنا عنا برشة خرافات في الحكاية شوناك الفلايسات اللي وروا نقطها بيجتمعونا رمينا الصنارة كانت ذكرك الفلوس اللي وروا نها وروا نها وقف القصر فقجر إيه وروا نها رئيس الدولة يخزن في الفلوس في القجرات إيه ما عاش هلأ دارت الأموال هذيك هيا منهم أحد بنات الرئيس ربحة القضية منتاحها لبرة ربحة القضية منتاحها لبرة إيه ولا حياتي لما تنادي على هذه الأموال لا نعرفه حجمها معنية اليوم كل الوعود وهمة هذا يتوى الواقع أنت تشوف في حاجة ملموس حتى واحد من تشوف في حاجة ملموس إلا قاعدين نشوفوا فيه نشوف فيه الغلاق قاعد يتساعد نشوفوا فيه المواد الأساسية قاعدة تتفقد نشوفوا حالة من الأحباط ولأسوا آخرها معناها انتحارات ويجرس فيها ويكل نشوفوا فيه كلها في إطار مناورة كلها في إطار خلق الأزم معناها واحد يحرقونه ولي تونس السيد كاميل في قيقاله المواد الأساسية تتحط في الأسويق وفم محتكرين يشفتوها بش يخلقوا أزمة محتكرين معناها مش يش تحت الأرض أنا في بالي معناها القوانين الزجرية اللي تحطط هي بالعكس هي طوى عنا مخازن مش نعنيه أزمات مستقبل لني أنا ثم مواد تستحق تخزين وخازتنا المواد الفلاحية اللي بش نتعرضوا الأزمة هل هل الواحدة المضاربين والمحتكرين لحد الآن ولا هو أشباح هل هي كلام فاضي كلام الإنسان اللي ما عندوشي قدرة على أنه يجاوب الناس بالحقيقة الاحتكار لن يقطعه في العالم مش بتونس بركافي في السوياد وفي البلدان السكين إسكندينا ذي ألايا نيثال في الحقبة وفي التسعير تلقى نسبة من الاحتكارات يتبع النظام الرسمالي لكنه أنا كنت يتقيد كل شيء على الاحتكارات وتسلوا هو معناها المعطى الأساسي هو السبب الرئيسي في الأزمة فهذه سمحني مغالطة لأننا نسمع أن هناك مسؤولية وزارة التجارة يقولون لنا لدينا مشاكل في مسارك التوزيع وعندنا مشاكل أنتها خلاص سمعتوا ببوذني العديد من المرات يعملوا نغمة واحدة يا أخي وإلا الحكومة في واد وطول مرة الأخرى الحكومة نقول أنتها أحزاب النجم تكون في واد والرئيس في واد الحكومة هذه بتمي تميمها أنتها الرئيس اختارها فردا فردا وهو من زكها وهو من علاها وهو من سمها ولذا فإن معناها المسؤولية نتعلم ما تقوم به الحكومة تعود رأسا للرئيس الدولة هذه أمور موضوعية ما فيها شيء معناها لا مجاملات ولا مهاربات فيها مجاملات تقول ثم فلوس ورئينا الفلوس فيه مش تعمل على فمي يزين من الخطاب مثل نسمع في واحد الرجل أسعد إنسان وكانت وفعل تونس كان بسم الله وله معناها النجم لحكم واحد نحبش نذكر هذا السببين تلك وليه ما نعني راجل النجم كان يربي في الخيول ويحب يربينا أحنا شكوون تي واحد شكوون يا ولادي ولافوش ما عرفوش ما عرفتون ما يكرم ما نصبحوا بي حالي ما رأي شكوون ما إنسان ما هو حمد ما همه همه مهو حفتر ما عرف من يعني سيدة دا امر يثير الشفقة والسخرية في نفس الوقت يقول احنا موديز ما احنا شتنفى عنا سلي هاني بيرك بابا قاعد اليوم انتي تعدل في الاسعار وترفع في الاسعار حكومتك يا سيدي الكريم وترفع في الدعم بصيفة غير معنا باش نرى ذا لثمي وليزا شوية من التواضع توليوا سيود علينا احنا وبعض على ثمية تقولوا لها رح نقعدين نجد ونعملوا طول وبالكم وهنا باش نجيبوهم لثنيا في مدو دي سكورة بانسير بانسير هنا سيودة وسيادة وطنية وسيادة الوطنية والسيادة الوطنية واللأسف الشديد تم قلم انتها سيادة وطنية تونسا قاعدين يكلوا فيه في العصار اوزارة الخارجية ولا رئيس دولة محل حتى واحد اوصرح واخذها موقف اللي هو الناس اللي قاعدين هبولها في اموالها في التياسالة تاليس 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 ويهينوا فينا هيا موحنا اسياد تناخدوا شوية ما نقلدوا شوية من الجزائر وحتى من المغرب راه ورغم اللي احنا في قصوم معناوية الجزائر كتحمر عينها حمرت عينها انتم عملتونا الفيزا نعملوكم الفيزا انضايقوا علينا انضايقوا عليكم بالامكانية الموجودة ياخوية ما قلنا نجمو نعيشوا احنا بالكرامة و بالشرف و بالوحن يبدأوا تدربوا معنا على فرنسا وهي قلم انتع سيادة وطنية ما وشي على الحاجيات الاساسية هيا الامور هيا الامور اللي عندو دوب النسيوناليتي ماندوش الحقيق ترشع انا هو هيا شكونا عملها عملها مش دوب النسيوناليتي الا في تونس بره يترشع بره يترشع يترشع ومن غير تعريب الامضة لتشكيته شفت او كيترشع في البره ويواله هيا ويواله هناء ويواله هصول عندو سوز ويواله اباتريد بلا وطن لا مش هات ويواله تم خاطر فئة اباتريد الا في الامم مدعدة يرشع لهناء ويواله اباتريد كي يترشع في فرنسا ولا في الماني مو بش يجي لتونس يخدم في البرنامين خمسة سنين ياخذ اقامة في تونس دور الثاني ماندوش حقي ترشع فيه يواله ما عادش عندو حقي ترشع قد الدبلس ينتي في تونس ويواله مصفتة ويواله ما مسؤوليت المعارضة المعارضة هي جزء من الازمة من الازمة في الطبيع هو لو لا احنا لو كانت عنا معارضة قوية ما كانش الامور فهنا المعارضة تتحرك قاعدة لا اخلني من تتحرك ثم انواعا تتحرك ثم تركوا تعود تبني في روحها من جديد وانا الراهة في جزء منه البناء الخطأ فاني انا الراهة في جزء منه وانو يفيد ويساهم على كل ويكتب بسطن ويكتب بالاساس شكرا يا ابراهيم شكرا المحاولات على كل احنا باش نساهم بالقدر اللي نجمه فيه وفي المجالة للنجمه لا كيفاش المعارضة هي من المعارضة هي جزء من الازمة لان المعارضة هي ما جاتش معناها المعارضة جات من القواعد الشعبية ومن حرك من حرك شعبي اضربات وتحركات ومطالبات كانت في الحكم هي المعارضة كانت في الحكم انتقلت من الحكم الى المعارضة جزء منها راني نحك يا ثم نوعين هما الاثنين هما الجزء الكبار الثنين كانوا في الحكم في مراحل متفاوتة المشكل والعقدة عن المعارضة هذه الحد الان ننتظر في تقييما موضوعيا للأسباب التي ادت لانهيار المنظومة التي اشرفت عليها لا مراجعة ولا تقييم معنى مش تبني على الديز التغطف وديز التغطف فين تقدي تقدي بنا الوضعية كما نحنا فايا كما نحنا فايا بعد 2011 كي حاجة ما تتبناش على التقييم وعلى البحث وعلى استخلاص العبر وعلى الاستنتاجات الموضوعية والعلمية وعلى البدال متأدي بنا كل الوضعية في اللي عايشينها نحن انتعى التغطف واللعب على العواطف المعارضة تدفون تحها ما عندها حضور الا قاعدة تتحاسب على الماضي بالمعنى بالمنطق بالصحيح وبالغلط لانه المحاسبة ايضا هي تتقد في زمنها الموضوعية تتقد موضوعية وقايمة على الدعاية وعلى الانتميداسيون وعلى التحريض وإلى ما غير ذلك انها المعارضة متنجم ترتقي اليوم الى بناء بديل حقيقي الا ما توفر فيها شروط انها تقع تستنى تتفرج حتى توفر شروط تتحرك وتبني قادرة على التعب المعارضة لو انها تغير خطابها بالطبيعة معنى شكوم شقود الشعب هذي متوجد معارضة تتخرج من المعارضة ايه معارضة موجودة ولكنت تتنظمها ولكنت تحدث عن المعارضة مش فقط احزاب انا نحكي على المعارضة في المطلق معارضة تشمل احزاب تشمل مجتمع مدني معنى جات فترة اللي الناس كل كانت في شبه غيبوبة وايضا كاني استحلات العملية لا قالت ترى تحت شعار بيادي ولا بيادي عمر بانا ثم ناس فكرت على ان الظروف اصبحت متاحة الظروف متاحة لمعنى التخلص من من خصومها التاريخيين مغير تعب بلاس صندوق انتخابات براهين سيمصفة انت تحدثت على بداية نهاية الوهم يعني تعتبر ان ما حدث يوم 25 جويلة 2021 كان وهما اه اللي حدثت عند وجهين اثنين بماذا تفسر انه الى حد الان هل ما يسمى بالوهم نخل عبارة متاعك انت لاقي رواج وصداع عند عديد الاطياف من الشعب التونسي اثنين انه سيد الرئيس الجمهورية حتى في كل التحركات المتاعه في الكلمات المتاعه وكما شفناها وقتدي ادى زيارة ليلية الى مستشفى الرابطة ثم فيما بعد لما اشرف على الجلسة التمهيدية لبعث اول شركة اهلية يعني تحدث وقال انه الثروات طائلة رهي موجودة وقال بلاد رهي غنية وقال ايضا فما اطراف اللي هي تسعى الى عرقلة جميع المجهودات لاستجلاب الاستثمارات في اشارة الى مثلا المدينة الطبية متاع القيروان وتحدث عن الناس اللي تصرف ملايين في المآدب وفي السفرات وتمشي زيادة للخارج باشترتمي في احضان الخارج ما التالي فما شكون قاعد يعرقل في كل مجهودات اللي ربما تقوم بها السلطة القائلة ومثلا في السيدة الرئيس الجمهورية وبالتالي الناس اللي كانت قامس في الحكم اليوم هي اصبحت في المعارضة وتحدثت الانت ومعنى الوهم هو أسهل حاجة تنتشر لانه معناها الوهم حاجة سهلة الاستيعاب لانه الوهم حاجة خادعة حاجة معناها تجي في مشد جميل وهذا هو الوهم الوهم ومش يقعد في قد شعوب اللي عندها تاريخ وتجذر في الفكر العلمي والفلسفي ما غيرها هناك شعوب الألماني والشعوب الإيطالي هناك شعوب عديدة فما بالك بالشعوب العربية عندك وهي تلاحق في سرابر في وهم معناها مختلفة ولذا معناها لا تستغرب تقول لي كيف يتعلق الوهم الوهم سهل اذا كان انت تقول جيفارة تحب انك ما يحبوك الناس كل حقيقة لان الحقيقة في بعض الاحيان تكون مرة تكون صادمة تحمل البشر المسؤولي والبشر يتحمل أقل ما يمكن المسؤولية هذا يجب ان نبدأ من ناحية الوهم والوهم اللي تعلق به الناس ان الحل كان سهل جدا انه نحينا النهضة ونحينا ما يسميوها تواب النهضة وفضنا عشرين فاسعين والخير بش يدز ما انه المنطق انتعلم في الوهم موجودة فاني الوهم موجودة ومنستهل استرجاع اليوم عام ولم نسترجع ولو من المن واحدة على الأقل وقعش الأعلان عليه انا هدايا فين الناس بدأت تشك بدأت تشك في الحقيقة هذه على انه ما قلش انا قطعت نهائيا اما تخذنا في مرحلة بداية على ان الناس هي قضية الأموال المنهوبة أسوط عملية غير واضعة والعملية محدودة حتى قضية التربلسية والبن علي قضية الأموال المنهوبة قضية الاحتكار لماذا قد عملنا نحن الرئيس عمل الزيارة على البطاطة لم تكن عمل الزيارة على الحديد على الحديد على الحديد على الحديد لم تكن عمله وقتها من البنجة وما عمله الدنيا واحد في الأنصفة الحديد أسوام الحديد ارتفع لدينا أشهر في مثالة النقص في المواد أهل المحتكرين هذو ما لابسين تقييط الأخذاء أنا أكدك العكس قاعد ساير اليوم ما يعني العكس؟ العكس حتى واحد ما يحب يخزن حتى واحد ما هو السلعة يجب أن تتنظم إلى حد ما يراه الحديد تعديل السوق فيه جانب معناها أساسي تخطيط وتعديل السوق وتوزيع مناها المحكم للبضاء هذا كله مش يضيع توجيه ترفز السكر فيه عزيزة يتيش هالك تصيرك المشهد تعبونيا وتعدزان مناها مشهد ما يليقش حتى بتونس في القرن الثامن العشر يمكن في القرن الثامن العشر يمكن يمكن أي مات الصدق بيه إنجازات على المستوى القانوني والدستوري لدينا دستور جديد كان عنا في قديش عملنا هالدستور في مدة وجيزة مدة وجيزة شوف دستور 2014 ثلاث سنين ومال مجموعة وطنية ودم وروا عنا دستور جديد عنا فيه أربع أربع قرون نص قبل قبل الميلاد كان عنا دستور قرتاج ممنعش لقصرنا الحرب البنيقية واحتلت الرومن احتلوا قرتاج كان عنا دستور في عام واستين فاني وممنعش الحرب الأهلية والمجاعة ولذا دستير راهمش كان عنا دستور ليس في دستور الرئاسة بدل حياتي القرار هي اتخذها في مؤتمر المونستير الموضوع وبنعليه معناه معناه عملوا كي نص دستور 2014 اللي قال عليه في مصطفى أحسن دستور في العالم أنجز لك شيء على الميدان ولذا قضية ليس الدستير هي روح الدستير الدستير اللي تسكن الناس اللي تعبر على القيم اللي بلغتها المجتمعات على إيمان المجتمعات هذية بالقوانين على مستور معني ما عندك شتيقة وأنه تنزيل هذا الدستور على أرض الواقع بش يخدم لا تنزيل هذا الدستور هو فقط الهدف واحد هو أنه فتح مرحلة قيس السعيد لا واضحة هي وبطريقة أيضا معناها فهل كثير من العسف تعسف على وقتها قالوا غريب أمر غريب حيث هيئة البندقية هي عالمية ليس هيئة سياسية يحسيبوا موديسكي اللجنة البندقية وحسيبوا أنه بالحق السادة في مستوى عالي في البندقية يتمروا بأوار حكوماتهم موديسكي يتدخلوا على التوصية لجنة البندقية وقلوا على السادة ومستعمار ويسايا ونحن نشتلم لا يوجد مواصفات ولا يوجد شروط على أن يكون دستور مصدقية وله شرعية وله مصدقية أكاديمية وقانونية لا يوجد دستور يرمز العلو الشاق الغير مسبوك في التاريخ لا يوجد قصائد أبو الطيب المتنبئة إبراهيم لا تنجم عليها شو منع أنت أنت شو المنع أنت أنت أقرأ المقدمة وشوف معناه بيان سياسي ما هي مجيش بي دستور بيان سياسي عبر على وجهة نظرة سياسية ولكن اليوم أصبح أمراً واقع لماذا كنت أمراً واقع تشفيه؟ الأمر الواقع بالضرورة يخي قاعد بينوشيات ما تشتسناها أمر واقع قاعد قاديش من حاكم أمر واقع لشوها وبين عليهم؟ ما قاعد زادة أمر واقع قاديش تعطيه أمر ركي معناها الأمر الواقع ما أعطيه حتى أمر ركي أنا نمشي حسب الظروب لما تكتمل التراكمات تكتمل الشروط التغيير الآن هدايا نتاج لحالة التقهقر والتراجع الفكري والسياسي في البلاد بيكملها لأن البلاد لو أنها وقفة على سكاة فانوا خبوا فانوا مؤسسة حقيقية لا يمكن حتى واحد أنه يسقط دستور ويسقط قانون لا تشوف أنت الحركة النسوية ما عملت على مسألة مكمل وقتها؟ ما عملت؟ هنا كانت تم حركية وثم الشارع ثم راي عام الحال الآن تم لا تشوف لا تشوف لا تشوف كما تشوف لا تشوف لا تشوف لا تشوف اليوم المعارضة والقوى المدنية للأسف الجديد في حالة تقاقر فيها ونشوفوا فيها على أفضل واقع كنتم تحكيري على منظمة موطنية نفس الشيء معناها ثم حالة من التقاقر ومن التراجع ومن الضياء بسبب معناها فشل التجربة أولى هذا ما يستخدم خوف مستبن حمد لا أما زال ما عندهم مش صون أكوردي دي بالفرنساوية موش يخوف لا أظن نشوف لا أظن نشوف نشوف الناس هل الاستقالة هذي؟ وهل الموبلات؟ نشوف معناها هؤما معانوين معاركوا كل واحد مختار عانوين معاركوا بما ياته ما يشوفوا معناها مصلحتوا حما نشوفوا معناها زجون سسقوة على الميدان اللي عندهم جمهور حقيقي هؤما النظر و دستوري الحرب دستوري الحرب ايه حر دستوري أحسن برقيبة ما علي نسل مش ندخل في التفصيل هذي اللي ثم على الواقع هما التجمع اللي كانوا في التجمع دستوري حر اسمه مرعبه هما كانوا في التجمع عندهم حضور عندهم حضور شعبه كانوا في التجمع اليوم مع الرئيس كانوا في التجمع كانوا في التجمع لكن القواعد الحقيقية المؤمنة تجمعوا في التجمع ومشروع التجمع ومشروع التجمع ومشروع التجمع ومشروع التجمع ومشروع التجمع والمعنى على المنظمات المجتمع المدني وحقوقيات خاصة تصداها لمسألة التكامل شاهدنا في الولايات الوحيد اللي يوما قدام وزارة المرأة في اجتمع شعبي هو البيديال فما نستخدم فما نستحرك ما ننسى وش بيديال عام لاعتصاب مفتوح امام مقر القراظاوي توا تقريبا معنى ها اشهر وفما نساه قعدة بيت البره فما ناس تناثل كان هم التسيطر يحب يوريك اللي يراه في النهاية هو محجر الواد وقت اللي اليوم بلاد تعيش فيه ظرف استثنائي ينجم يهزك ويفتح على كل المخاطر يقول لك احنا موجودين وقاعدين النادل ورغم يقول لك الحزب هذا تربى في الحكم وتعود على الحكم ويصعى بيسر انه يطول في المعارضة هذا الروح موجود في المعارضة واكثر من هكا رافض حتى بش يدخل الانتخابات القادمة 11-11 ديسمبر دونك زادة هذي حقيقة يزمها تقال خاطر في تونس وللأسف برش عبات مزات عندها محاسسية معناها دساترة بصفة عامة ما حملوش النهضة اثام العاشر سنين اللي اتدمرت البلاد ويحبو يرجعوا الى ما قبل 2011 باش يقولوا هاو مدساترة اش عملو في تونس يعني قاتل العقدة هذي هذي توا قاعدة تدمر راهو في صفح المعارضة وخلاتها ما تجتمعش من جديد شعطاء المشهد اعطاك رئيس دولة ما عندوش برنامج وعطاك معارضة ما عندهش برنامج شنو البرنامج اللي موجودة اليوم ايمان طيحكم طيحة ليه قاعدة سعيد يشتغل على اختاء المعارضة والمعارضة تستنى فيه اختاء قاعدة سعيد في الاثنين ما فميش هان ديبادو فان ما فميش شنو هذيك يستنى وقتاش يتيح واحد والاخر يستنى وقتاش عايش من كل واحد يقتات من اختال الاخرين دون كوني دون زيرو بروجي براتيكما وهذا اللي يفسر حالة الفراغ حالة معناها كيفاش نقوله المراوحة في نفس المكان نحسوا اللي يفهمه شخص واحد يمارس في سياسة الأمر الواقع سياسة المباغتة قاعد ينفذ في برنامج رويدا رويدا لانو قاعد ساير في الـ 25 جويلة حتى النهار النهار السبت في بني خيار هو تنفيذ مشروع التأسيسي لرئيس الجمهورية او ما يسمى بالجمهورية الجديدة بشكل منفرد وبقاعدة كول والطيار قرنك وحتى كيسهلوه على الحزاب واللي ربما ما تشاركش قال اللي يشارك مرحبا واللي ما يشاركش يلقى الخير دونك احنا دخلنا في المنظومة الجديدة قاعد صاعدوا جماعاتهم اللي عاشر سنين عاشوا بمقولة انهم هما ضد السيستام اليوم والله هما السيستام والناس اللي كانت في المنظومة اللي حكمت في البلاد العاشر سنين كانت هي السيستام اليوم والله ضد السيستام يعني قاعد صاعد عاشر سنين هارب من كلمة السيستام ويشيطن السيستام اليوم رغما عنه هو وجامع أصبح السيستام بامتياز بفارق أنه والأسف السيستام الموجود اليوم يحتكر كل السلطات ويشتغل على كل بؤر التوتر والغضب والأسف من ذات مستمرة لأنه في الوقت اللي مثلا يلزم الشعب اليوم يكون غضب على الحال اللي موجود فيها وعلى السبيترات نلقى ورئيس الدولة يمشي يغضب في السبيتر نلقى ورئيس الدولة غضبان على الأسعار مفروض أنت اليوم عندك الحلول مش عندك الغضب الشعب يبقى من حقه بشيغضب ويطر على الأسهل والرئيس يدرك ويسلح وخاصة في العام وشهرين هو اللي يقدم الأجوبة ويقدم الحلول لكن لما نفهموه شي نسي دعم علاش هذية الاستثمار في الغضب واحتكار الدولة والسلطة للغضب مزال عالة يأكلوا تسمعوا العبيد وترتاح مانا هاليه لأنك ذكرت سبب سيئة لطوي حالة الفراغ أني مقابلة أني ذكرت على أنه الحضور المنظم للمعارضة هو حضور مهما كان صحيح أنا قلت اليوم الناس اللي عندها جمهور منظمة مؤطرة نسبيا زادة تبقى مثلا نسبيا هم التجمع والحركة النعضة والأخوان لأسماء الحقيقية نمشي وغانا قلنا هكا باش نعادلوا الرادعوا الأخوان والتجمع عظوم الاثنين عندهم حضور القوى ما تتسمى الديمقراطية والحدثية الغالب هي شاتات وقعدت شاتات لحد الآن وليس باش تتحول إلى قوة منظمة تجمع مبيناتها برنامج واحد ثم فراغ وأيضا زادة زمن نصبه لأنه ثم تاويل في حكاية عاتي أكله فيش ثم تاويل فيش أيضا ثم حركة منفلتها عفوية منفلتها التي تحرك ضد الرئيس في مسألة البيدئية في مسألة العاتلين ناكلة وشمعت قنط منها وثلاثية في مسألة اجتماعية لكنها غير مؤترة وهي منظمة وغير أيضا مشتتة بطبيعة تشتت المواضيع اللي هي فه هذا ما يعطي كان قوة الأجزاء ليس قوة الدولة قوة الأجزاء اليوم الرئيس هاو نشوفه احنا كتقول لي الرئيس عنده هو مثلا مش رئيس في السلطة ما عندهش وعادة الرئيس يميل لليحكم عادة في العالم غريزي ها غريزي ايه في العالم أجمع يميل لكن ميدانيا هاو الرئيس قتل يعمل دعوات لتنظيم تظاهرات يشوفه حجم الدعوات هاو هنا نشوفه احنا طاقة التعب اللي عند الرئيس الحقيقية رغمنا خذش حكاية انا قلت على راني كتبت الرقم بالضبط وجاء حكاية عشرة لاف ولا واحد خطأ اكتمت النتيجة قبل ما تصدق زوزو منين الثانية ماذا كتبت انا في قلت تلك ما هي نتيجة بالمسبقة كتبتها وابطت اللي هي مزرقة لحكاية ظاهرة انجكتيك وظهرت كلوراقة الضائعة هما الحقيقي هو الاستشار اللي ايضا معناه لو انه تاخذوا بدون الضغوطات انت على ايمات الاخرى هي ثلاثمائة 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 خمسين هذي هي تاخذ معدى ذلك المجتمع في حال ضيع موما حد هو ذلك انه نسبة الزابسانديست في الانتخابات المرة اللي فات معرش عبدالستفتاء لا نسبة الزابسانديست نزيبش الاستفتاء في الانتخاب في السنداج توصل لـ 70% سمع حالة لا في زمن انتخاب وفي الحال لا اي 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 تقول تأثر سيموست اي اي شو الحل في هذا الكور الحل هو معناها واضحة انا قلت لك سيح الهكة واضحة لا لا واضح لو ان المعارضة تبقى على تناقضاتها على تشطتها على تفرقها وتجتمع حول عنوان واحد اللي هو الا هو اعادة الحياة الديمقراطية القايمة على التعددية الحزبية على التنوع الفكري وعلى التداول السلمي على السلطة وعلى المؤسسات تجتمع حول نقطة نقطة وحيدة وتتحارب لا لا انا قد تكزيز قواه هي طوال كبار سيموست ما حالة العيدات كايمة من بناتها شوف فما اذا رئيس الجمهورية اذا نجح في حاجة هو في ترديل السياسة والسياسيين وفي ترديل الأحزاب خلى جزء كبير من رأي العام ينفر من الأحزاب وينفر من السياسة وينفر من السياسيين وكعلا يشتوى فما بعض التحركات الاجتماعية تلقاها لأمور ذاتية كما كنت تحكي أنت الولدات بتاع القانون الثمانية وثلاثين ولا غيرها من غير ذلك فما ولكن هنا وقت تحدثت على المعارضة فما تقتعات المعارضة فما عن الاتفاق على الأقل كونه راه المسار بتاع خمسة وعشرين جوية راه مسار خاطئ أنت وصفته بالوهم متفقين فيه وما عندك أنت أنت تقريبا ثلاثة أطراف كبيرة موجودة في المعارضة فما المعارضة تحكي عليها أنت بتاع الحزب الدستوري الحر فما المعارضة الأخرى بتاع كونه الإصلاح الخلاص 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 اللي وراها مع حركة النهضة وفما الأطراف الأخرى يفاها خمسة أحزاب ولكن ما التفقين فما تقريبا ولكن هما ما نجموش يتجمعون ما نسألتك من الول قالت لك على فما تحركات بسيرها الخمسة أشكتوبر الخمسة أشكتوبر فما دعوات تو رئيسة الحزب الدستوري الحر النادة قالت فما تحرك جماهيري نهار خمسة أشكتوبر ما نشي مش نرحو فيه أي شعار الحزب مش نرحو فيه كان العالم تحت تونس الرايم تحت تونس بالتالي هو مفتوح ماما الجميع نفس الشي هذه معارضة جماعة الخلاص هذن نفس الشي رفعه نفس الشعار بالتالي ربما نهار خمسة أشكتوبر قد رأو فما التحام تها الأطراف هذه اللي هي متنافرة ولكن ما تفقى في تشخيص الوضع في تشخيص المسار ما تفقى كونه كنت انت تتحكي عليه طول بقيت قيويين هم السياسة أنا قلت لك كل واحد حدوده يتحرك تتحركوا كل واحد يتحركوا بإمكانياته حدوده وكما قال سيبراهيم أنا موافقه تماما لعل هذه خمسة أشكتوبر تعطي منطلقة جديدة تعطي منطلقة جديدة ننتظر ما نحكوبش احنا ما نستبقش الأحداث لا انتي يجبك تكون انتي نحكي على معارضة ننتظر المعارضة تنتظرها تصنع الحدث وتغير أحداث أنا قلت لك أنا بالنسبة لخمسة أشكتوبر حاجة باهية ياسر لو أن الناس المواطنين والأحزاب وحتى المنظمات وحتى إذا كان ما كيتش خمسة أشكتوبر في موعد لحق لأنه موش من صالح حتى حد أنه نحنا نخرج على نتاق النظام الديمقاراتية في الحدود الدنيا وامور تتعارج تتصلح وتتحاسب وكله يتم ماذاك بش الناس بتقولش بش نرجع المنظومة لا دا المنظومة جديدة طبعا احنا ال الأفضارية لعننا عنا تجربة وعننا تجربة قبل وعننا تجربة طلع عشر سنين اللي نجمو استنتجوا فيهم ما يمكن استنتاجه أنا الرأى البراغماتية اللي تعاملت بها عبيرو ربما جبهت الخلاص معناها خطوة القدام خطوة القدام لما أنا معناها ما صارش بلوكاج انت تعبت من هبتش انت هذا يتعان من هبتش هذي رغب ما أنه حافظوا كل واحد على حدود وكل واحد على مرجع يتو كل واحد على شواغلو في القضية الوطنية العامة اللي يجب أن أتخذ الأولوية الدفع اللي يستخدم الأولوية خطوة براغماتية مهمة جدا يجب أن تنسج على من ولا بقية الأحزاب المعارضة ممكن أنت أنت والإدارة أنت عن نهار خمسة لقد قلت أنا ما نستبقش لو أن العملية هذه تنجح وأنه المواطني يشوف حاجة جديدة حاجة معناها موضوعية غير التوظيف الحزبي وغير الإسقاط وكل عالمات الحزبية والشعارات الحزبية وأنه يشوف دربو تونس وهذه هي تحركات لبنان بين جمعة أغتاء أذار وجمعة فيفري في عام أربعة وثمانية وقعت تحركات وقعت تحركات جمهيرية بالمليون ومليون نص قد تغير كنصار هكا في تونس؟ تتبع تغير مزاج الراي العام هو أنت تغير من سياسة الرئيس؟ لا، سياسة الرئيس هذا كل ما عنده هذا كل ما عنده أما تغير مزاج الراي العام والراي العام يأخذ مسؤوليته في التغيير أما أنت تغير الرئيس؟ الرئيس العام مقصر اليوم في تغيير الرئيس العام في شبه غيبوبة هني أعطيتك مثال أنا الرئيس العام أعطيك أنا قضية بحجم رهيب من عام سكتة وخمسين وبرقيبة يبني معناه في المجتمع على أساس المرأة والتنصف والمساواة بين المرأة والرجل والخطوة التي تقدمها ومعناها على أثر سلسلة طويلة من النظالات ومن التركمات بشوصة المرأة كسبت حقها وضمنت قانون ضمنها التواجد نحن لم نكن نرى أرجع حتى للقوام حتى في الأفراد كنت تنجم تعمل اثنين لو أنك تؤمن بب المرأة بب دور المرأة كالمرأة كنت تلقى حلول خارج الحلول ربما أفضل لو أنك تعمل معناها اثنين تلقى ما بين المية واحدة ستنين فارق واحد تلقى تسأل وتنصف حقيقة اليوم ضربة مش كبيرة هذية ضربة من ناحية المنطق ومن ناحية تطور المجتمع التونسي وين المنظمة النسوية التونسي هل قلتك إلا المجتمع في حالة تراجع وفي حالة غيبوبة لأنه معناها ضربة مش كبيرة ضربة قاسمة الظهر للمسائر للمجتمع التونسي وطبيعة المجتمع التونسي إلا بنوه الرواد ومش من وقت الاستقلال من موتى مرق صره لان انتي جاي ومن كتابات التهر الحداد ومن نزلات بشيرة بين المراد ومن نظرات الرائدات والرواد اليوم معناها ضربة بكل بساطة بكل برودة تتعطاها للمرأة والأغرب من ذلك تتمارس نظرية المرأة مكملة تتزكي هي تحضر في الملكوجينة ومتحضرش على الطاولة معناها هي تتزكي تتزكي وتتصوت تتزكي وتتصوت لكنها فالحكم فرائجية ليس مضمونة لها الوجود ليس مضمونة لها أنا بعض التفلسف وبعض الناس اللي شوط كبير في الخنوع والخضوع ومعناها بره ترشح فك بلاستيك هذا منطق انتي متعرشي معناها طبيعة المجتمع وتعقد المجتمع التونسي ومتعرشي مش في المجتمعات حتى في الغربة ثم قوانين تحمي تمتيلة المرأة صحيح اللي هي ثقافة أو تطورة ثم قوانين تحمي لها حد ما تمتيلة المرأة بيش تفسر هذا ونشوفه رئيس دولة في تعيينه رئيس الحكومة امرأة في رئيس ديوانه كانت سيدة نادية كيشة امرأة الحكومة الحالية فها معناها تسعة والعشرة الولاية سيدة عمال المرأة الولاية عن المرأة هاي هي اللي تقود له مشروعه النظري معناها هي تقريبا منظرة البناء القاعدة والشركات الهلية وهي السيدة وليت نابل هاو فما معناها حضور عملي وفعلي وميداني للمرأة اسمع شوف سيا لطوي قضيت مضم نجلة بودن محترامي الشديد لها انا مفهمش فاش فعله رئيس تحكومة شوف انا عون تنفيذ انها عون تنفيذ من كل اعوان الذين لا يخرجون نطاقا على التعليمات لا مش هذا هو الامر مئة وسبعتاش الامر مئة وسبعتاش ومبعد الدسور ايه خلي كامل خلي كامل خلي كامل خلي كامل خلي كامل تنفيذ مرأة وزيرة مرأة لا اكثر الاقل النصوص هذه التقدمية النسوية لكن الميدان هو بيده تقريبا لا نظرش لحقوق المرأة لكن اعطاك وغامر مرأة وزيرة عدل مرأة وزيرة عدل وانا حضور المرأة كان محدود لكنه لا حضور المرأة الان شكلي وصوري من خلال حاجتي جز مواقفة اولى الفصل الخامس بالدستور اللي هو مقاسة الشريع يعين ونعرفوا احنا وضاية المرأة في الشريع من نجموشين زادا نحشيو حاجة في الشريع والعاملية الثانية موقف الرئيس من قضية المساوية في الارث المساوية في الارث ايه كان واضح فيها تبق الشرع معناها هيحط وزير تعد المرأة وزير ثقاف المرأة معناها بالتعيين احنا اللي حاجتنا اللي حاجتنا حاجة ايجابية حاجة ايجابية لكن في الحراكة المجتمعية في الحراكة السياسية في الحياة الحزبية في الحياة اللي فيها دراميتية يا ما الحقوق تفتك زادا اذا كان اليوم نشوفها الصمت هذي من خبال النساء على اللي صار لها معناها دوق قلت لك احنا في حالة غيبوبة معناها لربما زادا كانت هذي الحجة اللي استعملتها رئيس الحكومة منها واحترامي سيدة محترمة جدا بش نثبت موري سيدة محترمة جدا لا نتحدث عن الاديه في اطار رئاسة للحكومة لكنها لا وجودة سياسي لها ما تنجم تكون مديرة عامة للحكومة ليس بالضرورة تكون رئيس حكومة رئيس حكومة ولا ينتج افكاره ولا يعطي افكاره والذي يجيب هو الذي يقرر حتى رئيس وزراء نحن نعرفه في حكم الجبلة ونظام رئاسي فاني نعرفه ما الوزراء من الوزراء الأول من حجم المرحوم الهادي نويرا من حجم كانت لديهم مميساعة من الحرية في القرار مع الرئيس مرجعي والرئيس وأيضا محمد دمزالي وأيضا سيدسفر شوفوا احنا هي ليست حتى في دور الوزير الأول ولذلك لا معنى لذلك لا معنى كبير لذلك عجلة إيجابية تكون تواجد المرأة في الإدارة وفي تسيير الأعمال في مغير ذلك نحن نحكي على التعبير أن الفرق بعيد وقت لا تكون في المنظر في المؤسسات وفي الهائيئات لأنها تعبر عن المجتمع عندي سؤال أخير ماذا لو جاك واحد تقول لك الحب نترشح زكيني هل ستزكيه؟ لا أنا مش مشارك في العمالية كيف نتزكي في الحاجة؟ كيف كيف هي جزء من العمالية تزكت؟ هي برق من الأساسي تصفية الناس اللي عندها شو طرف ضوء هي هذيك المفتاح عن طريق انتخابات تعمل تمشيك يجمعها كلها تتصفية واضح شكرا لك مصر بن أحمد الناشط السياسي والبرلماني الأسبق شكرا لكل الفريق التقني شهية طيبة في الأمان ترجمة نانسي قنقر